سلام عليكم انت تعرف ليه بنوصل المقاومات على التوازي؟ لو انت فاكر القانون بتاع توصيل المقاومات على التوالي وتوصيل المقاومات على التوازي المفروض تبدأ ترد علي ليه بوصل على التوازي لازم تعرف ان انا بوصل على التوازي عشان احصل على مقاومة صغيرة من مجموع مقاومات كبيرة والمفروض المقاومة الكلية اللي انا هحصل عليها بتطلع اصغر من اصغر واحدة لو انت فاكر القانون اي مش i r بقى احنا بتقول r total يبقى المفروض 1 على r total بتساوي 1 على r1 زائد 1 على r2 زائد 1 على r3 لما اجمع الكسور دي كلها وطلع r total هلاقيها اصغر من اصغر واحدة فيهم طيب ايه اللي بيحصل بقى لما انا اوصل 3 مقاومات يا شباب على التوازي بيحصل ان بحصل على نفس الجهد يعني ال v total بتساوي ال v1 بتساوي ال v2 بتساوي ال v3 هي هي الجهد سابت في حالة التوصيل على التوازي طيب والتيار لا هنا التيار بيتجزى يعني ال v total هيبقى عبارة عن i1 زائد i2 زائد i3 تطبيق عملي على التوصيل على التوازي زي المشترك بتاع الكهرباء اللي عندي في البيت فيه 3 عيون او 4 عيون وانا مركب في فيشة واحدة فبالتالي باخد نفس الجهد على كل سوكت تمام اللي هو مثلا 220 في حالة single phase وهنا التيار بيتجزى يبقى انا استفدت ايه من التوصيل على التوازي استفدت ان انا ممكن احصل على مقاومة اصغر من اصغر واحدة فيهم تمام واستفدت ان انا ادرت اوصل كذا تمام كشاف او كذا مقاومة على التوازي ياخده نفس الجهد وبيختلف التيار حسب مقاومة كل مقاومة او حسب مقاومة كل كشاف حسب الجهاز اللي هنا موصله على التوازي التوصيل على التوازي لما هتدخل الكلية معظم شغلنا في الكشفات يا شباب بوصل الكشفات على التوازي مش على التوالي بوصلها على التوازي كل واحدة بتاخد 200 وعشرين وبعد كده الكشاف اللي بعده 200 وعشرين فكلهم موصلين مثلا اربع كشافات على نفس الخط توازي وبالتالي لو قطعت الكهرباء او فصل منهم كشاف لو فصل منهم كشاف مش هيأثر على البقين اما في حالة التوالي لو قطع منهم كشاف هيأثر او هيفصل الكهرباء عن البقين في تطبيقات كتيرة جدا للتوالي والتوازي وقبل ما نخلص الفيديو انت فاكر القانون بتاعت ننع التوازي اللي هو 1 على R total بتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 فاكر كنا بنقوله ازاي في حل المسائل كنا بنقول على طول R total بتساوي R1 فR2 على R1 زائد R2 اللي هو القانون اللي انت حافظوا بها ان حالة التوصيل على التوالي اننا بعمل حاصل ضربهما على مجموعهما باخد المقاومتين اللي عايز احسب لهم توازي اضربهم فوق واقسم على المجموع يعني لو مقاومتين كل واحدة مثلا سي عشرة يبقى عشرة فعشرة بمية على عشرة زائد عشرة بعشرين مية على عشرين تطلع بكم تطلع بخمسة بشوفكم في فيديوهات كهربية تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته